موسيقى مشاهدين مستمعين الكرام إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولات دوري نجوم كيو أم بي أهلا بكم في الحلقة الخامسة عشر من برنامجكم قبل الجولة أهلا بكم مشاهدين الكرام تعودنا بأن نحن نستعرض معكم أبرز العنوين لحلقة اليوم وكل يوم دائما في قبل الجولة في الجزء الثالث نطرح قضية وقضية اليوم على صفيح ساخن سنتحدث عن المدربين المتواجدين في المدرجات في انتظار شارة النزول إلى أرض الملعب كيف ومتى ستحل قضيتهم وكذلك أيضا في الجزء الثالث سنتحدث عن صراع القمة عن مباراة كسر العظم عن مباراة المباراة تتحدث عن الصدارة صدارة دوري نجوم كيو أم بي لهذا الموسم نتحدث عن مباراة السد والدحيل المؤجلة التي ستلعب يوم الثلاثة القادم بإذن الله في الجزء الثاني من حلقتنا كما تعودنا سنتحدث عن الجولة القادمة مع الكابتن سلمان حسن بلغة الأرقام والإحصائيات وجميع التفاصيل أما في الجزء الأول وكما تعودنا نستذكر دائما الجولة الماضية بلغة الأرقام ولغة الأهداف وجميع الأرقام الخاصة بالجولة الماضية عبر فلاشباك انطوت صفحة الجولة الرابعة عشر على عدد من الأرقام والنتائج التي غيرت كثير من ملامح الخريطة قربت المسافات وأضافت مزيد الإثارة لكل المباريات تسعة عشر هدفا سكنت شباك الجولة كان للسد كعادته نصيب الأسد منها بثمانية أهداف حسومة أمطر بها شباك الغرفة بنجاح السد يواصل الانفراد بمقالة قمة الهدفين برصيد ستة وعشرين هدفا يليه عرب تحيل برصيد سبعة عشر هدفا أحدى وعشرون بطاقة صفراء أشهرها حكام الجولة كان لأم صلال النصيب الأوفر منها بأربع بطاقات في مباراتهم مع الأهلي عودت البطاقات الحمراء بعد غياب الجولة الماضية ببطاقة وحيدة كانت من نصيب ماجد أمان الإخريطيات في مواجهة العربي ثلاث ضربات جزاء كانت جميعها في مباراة الغرافة مع السد سجل منها مهدي طارمي الغرافة ومنجاح السد فيما أهدر أكرم عفيف ضربته أهلا بكم مشاهدين تحدثنا بلغة الأرقام عن الجولة الماضية بكل تأكيد نرحب بالكبتن سلمان حسن ضيفنا يا مرحبا وسهلا مرحبتين يا خالد الله سلمنا الجولة الماضية كانت شوي تعور على الغرافة والله قاسية كانت قاسية على الغرافة وللأسف أن الغرافة يمكن أسوأ مباراة قدمها الموسم هذا ومن مواسم كانت أسوأ مباراة لها فيها طيب خلنا شوي نتكلم عن الفايف أب والفايف داون بعد ما شفنا طبعا الإحصائيات الخاصة بهذه الجولة ونشوف مع بعض الخمس الأوال إن شاء الله طبعا في الصدارة فريق تحيل يتصدر دوري نجوم كيومبي في المركز الأول تعثر في المباراة الأخيرة أمام الريان كان بالمكان أفضل من مكان كان مستحوذ على المباراة هذه وكان بمكان أن يخرج بنتيجة إيجابية لأن الريان في هذه المباراة لم يقدم خاصة في الشطل والمستوى المعهود والمطلوب منه فاكتفت دحيل بتعادل من نيران صديقة هو في المركز الأول المركز الثاني طبعا كانت نتيجة كبيرة وفوز كبير وعريض على الغرافة فوز كاسح كان بنتيجة ثمانية قلص الفارق بينه وبين الدحيل وينتظر اللقاء المؤجن لبينهم السيلية طبعا تعثر في هذه الجولة أمام قطر تأثر على غياب ثلاثة من أبرز لاعبين فتعثر لكن يبقى في المركز الثالث الريان أيضا ثالث تعادل له في ثلاث مناسبات تعادل في المركز الرابع الأهلي مشاهدة يعني يحافظ على مقعده أو مركزه خاصة أن تعادل في المباراة الأخيرة وكان بالإمكان أن يفوز في هذه المباراة أمام مصلال فنقول أن الأهلي يرفض دخول المربع على حساب الرئيان لو فاز في هذه المباراة كان ممكن يحسن من مركزها لكن أهدر هذه المباراة وأهدر العديد من الفرص من خلال هذه المباراة نعم طيب والخمسة في المركز والخمسة الأخيرين الخمسة نشوف في تغيير صار بينهم العربي طبعا اختفى من المركز هذا بعد الفوز اللي حقق على الأخريطيات ارتفع إلى المنطقة الوسطة والدافعة اللي مش من بينها مختفية أم مصلال لأول مرة يطل برأسه في هذه الخانة نشوفها برصيد 17 نقطة الشحانية طبعا 16 نقطة بعد التعادل قطر يحقق فوز على السلية في هذه المباراة يستغل الغيابات اللي كانت عند السلية رفع رصيدة إلى 14 نقطة يعني يبتعد نسبيا عن الخور والخريطيات الخور طبعا جاء بتعادل نقطة وحيدة أضافها إلى رصيدة قلنا الخور مستوى تطور نوعا ما لكن الحد يحتاج إلى أن يحقق الفوز أو يفوز في أكثر مباراة حتى يبتعد أو على الأقل يوسع الفارق بينه وبين الخريطيات الخريطيات كما شاهدناه في المركز الأخير لكن في المباراة كان بالإمكان أفضل مكان كان مقدم مباراة جيدة مباراة الأخيرة لكن للأسف تأثر بالطرد اللي حصل عليه لاعب ماجد في هذه المباراة فخرج خاسرا في هذه المباراة بكل تأكيد عموما نحن برح ندخل في أجواء المباريات مع مشاهدين الكرام ونتابع طبعا التقرير التاء الخاص في المباراة التي اخترناها لكم كحالة نستعرض فيها أبرز نقاط القوة والضعف في المباراة الغرافة مع نادي الأهلي نتابع هذا التقرير في مرحب الجديد الجولة الخامسة عشر من دور نجوم كيو أن بي جولة المواجهات الساخنة والمباريات المرتقبة التي من بين أهمها تلك التي تجمع الغرافة مع الأهلي في لقاء مداوات جرح الفهود الغائر السد أجهز بثمانية القسوة على الغرافة ما جمد رصيده عند ثمان عشرة نقطة في المركز السادس مع تراجع رقمي إلى دون معدلات الفهود سبعرضيات وثلاث ركنيات واربعمائة وثلاث وثلاثين تمريرا وست محاولات على المرمى واستحواذ بلغ أربع وأربعين في المئة وينقب رغم كل شيء عن فوز يطوي به صفحة الجرح ويستعيد به سطور الفرح الأهلي على الجانب الآخر فقد نقطتين بتعادل سلبي أمام مصلال الجولة الماضية وبقي في المركز الخامس برصيد ثلاث وعشرين نقطة أرقامه تبقى إيجابية للغاية حيث تسع وعشرون عرضية وتسع ركنيات وأربعمائة تمريرا وست محاولات على المرمى واستحواذ بلغت نسبته خمس وخمسين في المئة ويبحث هو الآخر عن استعادة مسيرة الانتصارات والعودة من جديد إلى حصد النقاط مباراة كثيرة الحسابات بكل ما فيها من غنائم الفوز والنقاط طبيعة الحال مباراة مهمة للطرفين فريق نادي الغرافة يريد أن يمحي الهزيمة القاسية والكبيرة ومهما وصفناها من خسارة أمام السد ما راح نوفي هذه الخسارة حقها ولا راح نوفي حزن جماهير فريق نادي الغرافة على ما قدم لاعبيه في الأسبوع الماضي فريق نادي الأهلي مثل ما قال كابتن سلمان رفض الهدية بدخولها المربع عموما فريق نادي الأهلي في المركز الخامس تعادل مع مصلال في المباراة الماضية وفي الجولة الماضية بدون أهداف فريق نادي الغرافة في المركز السادس قادم من خسارة قاسية جدا بالثمانية أمام فريق نادي السادس لو رجعنا بساجل المباراة القسم الأول نشوف أن الغرافة كان فايز فيها 4-0 قادر على أن يقدر يعيد هذه النتيجة بالرغم من اللي صار له في الأسبوع طبعا فريقين مختلفين عن القسم الأول الأهلي كان متضاضع نوعا في القسم الأول لكن في انطلاق الأهلي سبع مباراة آخر سبع مباراة لم يخسر أي مباراة فاس في خمسة تعادل في مبارتين وأيضا المبارتين أحدها كانت أمام الريان والثاني يمكن الأخيرة اللي قلنا كان بالمكان يفوز فيها وأهدر العديد من الفرص عكس الغرافة المتذبذب يعني عن القسم الأول في كثير من المبارات لا يخرج بالصورة اللي كنا نعرف الغرافة فيها ف يعني لا يوجد تشابه بين القسم الأول وقسم الثاني الأهلي في أفضلية له خاصة في سبع مبارات الأخيرة حتى استطاع أن يفوز على فريق السد برباعية يعني في مستوى الأهلي ثباته وأداءه أفضل من الغرافة في نواحي كثيرة نعم طيب خلنا نشوف يعني الجوانب الهجومية لفريق نادي الغرافة ونشوف كيف بعدين يتعاملون هجوميا إن شاء الله وطبعا الغرافة نحن نسبة الأهداف نشوف فريقين نسبة الأهداف 22 الغرافة مسجل 26 هو أفضلية لكن أيضا استقبال الأهداف للغرافة مستقبل شباكة أهداف أكثر من الأهلي فالتوازن بين الفريقين يعني نشوف يعني المتبقي من الهداف زائد واحد زائد واحد فهذه أعتقد سلبية بالنسبة للفريقين نمشي طبعا نحن نشوف الكرات المرتدة الاستقلال الكرات المرتدة الهجمة كانت على فريق الغرافة الغرافة استحوذ على الكرة الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم نشوف عدد اللاعبين المتمركزين بالنسبة للغرافة نشوف هنا في المقدمة الجري في اتجاه المرمى في اتجاه الفراغات الفراغ اللي موجود خلف المدافعين فريق المنافس أيضا نشوف الانطلاقات بالنسبة لثلاثة لاعبين هنا والرابع جايهم بعد فالانتقال السريع خلى الفريق المنافس ما يقدر ينظم صفوفها بالشكل الأمثل نشوف في عشوائية بالنسبة لهم نحن نقول دائما تكون الصفوف متواسية متراتبة بالنسبة للفريق فنشوف هنا بالنسبة لفريق المنافس طبعا الخط الدفاع الرباعي غير متجانس وغير منظم اللاعب طبعا خلينا يشوف السهم طبعا المكانه المفروض يكون في المنطقة على خط واحد يترك اللاعبين الاثنين في مصيدة التسلل لكن عدم الانتظام وعدم الانضباط بالنسبة لفريق المنافس واستغلال وسرعة التحول من الدفاع للهجوم ساعد في تحقيق تمريرة هذه كانت البينية انفراد على المرمى أيضا التعاون المثمر وأسفر عنه تسجيل هذا الهدف ونحن دائما نقول الانتقال من الدفاع للهجوم السريع الفريق الذي عنده القدرة على التحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل سريع تكون عندها امكانية بتسجيل الفرص أو تسجيل هدف أسرع وشوف في اللقطة هذه كان خير مثال نعم طيب بالنسبة لدفاع فريق نادي الغرافة أكيد عليهم ملاحظات وخاصة من المباراة التي طافت الموجودة الملاحظات موجودة من بداية الموسم نقلنا أنه في عدم تنظيم بالنسبة للغرافة يمكن فيه مباراة كان منظم جدا نذكر مباراة السد الأولى التي تعادل فيها واحد وواحد أحرج فيها السد كان فيه تنظيم جيد بالنسبة للفريق ككل لكن فيه كثير من المباراة وخاصة المباراة الأخيرة كان فيها فوات دفاعية كثيرة استغلها السد وسجل منها نشوف الكورة هذه طبعا بالنسبة للفراغات نشوف التحرك نحن دايما نقول لك فيه الخط الدفاع الموجودين بالنسبة للمدافعين الأربعين نشوف أيضا تقارب كثير بينهم نحن دايما نقول لك تقليص المساحات لكن ليست بدرجة أن الفريق يكون متلاصق مع بعض المساحات الموجودة أمام المدافعين أيضا نستغلها التلاصق هذا كابتن قاعد يأتي مساحات في الجوانب نحن نشوف بالطريقة هذه الأماكن كلها نصبحت شاغرة ممكن أنه يكون فيه تعامل في الفريق الخاص الفراغات الموجودة يجعل دايما اللاعب المنافس يستغل المساحات هذه يعني الدفاع يطلع أو أن الفريق يرجع عشان تتقلص المساحات المساحات بين المدافعين فعلا قصيرة وأكثر من اللازم هو أيضا المساحات بين الخطوط نحن دايما نقول نحافظ على تلاحم الخطوط هنا ما في تلاحم في الخطوط الكرة انتقلت اللاعبين المدافعين ما انتقلوا بسرعة فاستغلت الكرة هذه طبعا نشاهد الآن المجموعة أو اللاعبين خط الوسط كلهم خرجوا خارج اللعبة الآن الاستغلال شوف الفراغ مثل ما قلت لك حامد جاء في المنطقة الفارغة هذه اللي هي مكشوف لأن هناك تكدس وانكماش قوي للمدافعين صحيح الحين نشوف طبعا اللاعب مركزه ظهير فهو لازم يحافظ على مكان تهني يراقب اللاعب اللي موجود في جهته ما يترك حين نشوف ترك حامد اسماعيل وخاصة أن السد يعتمد بشكل كبير على الأطراف فأنت ما تفرغ الطرف يعني أي لاعب من قلب الدفاع لمتواجدين هنا ممكن يضغط يعني هنا في لاعب ضد لاعب لغة من لاعب متقدم وفي لاعب يراقب هنا اللاعب هذا اللي يضغط يضغط على اللاعب الحائز على الكرة وهذا يبقى في مكان المفروض وتسكر المنطقة لكن خروج اللاعب الظهير عشان يضغط اللاعب على الحائز على الكرة خلق فراغ خاصة في المنطقة هذه اللي راح يستغل فريق السد نشوف وفعلا اللعبة الكرة في هذه المنطقة من لمسة وحدها اللعبة كرة عرضية أيضا التشتيت ما كان بالشكل الأمثل لو نشوف أيضا ما كان تشتيت بالشكل الأمثل تحركت لعبة الكرة الكرة العرضية تشتيت يعني احنا دائما نفضل احنا في اكثر مرة اكثر من حل قلنا ان اطلع الكرة في المنطقة هذه اطلع ركنية افضل اني ما اقطها امام المربى هنا فيها خطور كبيرة فعلا هذه تحتاج الى التواصل تحتاج الى ان تعرف مكانك المدافع المهاجم اللي جنبك من اللي عندك او اني اخرج الكرة من مبدأ السلامة وما اقطها في المنطقة هذه من اخطر مناطق دائما اخطر منطقة اللي امام المربى جاءت الكرة في هذه المنطقة رح نمبر الثانية الحين بالنسبة لفريق ناضي الاهلي طبعا الاهداف اللي تسجل في الاهلي الاهلي احنا عندنا يعني في اكثر من مناسبة وخاصة مشعل مونتاري وعلي فريدون لما ينزل في خطورة كبيرة شكل اللعبين ذول وايضا تنظيم الدفاع بالنسبة لهم جيد فنشوف الكرة طبعا استغلال تغيير اتجاه اللعب من جهة الى اخرى عدد اللاعبين المتواجدين عدد المدافعين المتواجدين احنا رغم نشوف ان في الفريق المنافس خلنا نشوف واحد العدد ستة لاعبين موجودين لكن دائما نقول اللاعبين الذول خارج اللعب بما ان هم خلف الكرة فهم خارج اللعب فالحالة هذه يعني من المفرد انها تكون اربعة ضد اللي هم ثلاثة مدافعين يعني في حالة اربعة ضد ثلاثة ان خلقتني بالتمرير هذه اللي ضربت فيها لعبة خط الوسط تمركز ايضا رغم احنا نشوف كان في بطء كبير يعني منتاري خذ منطقة معقولة يعني ممكن تلعب للكورة اشوف اللاعبين اثنين ذول ما تمركزوا بالشكل انها ما ساعدوا اللاعب فتعطلت الكورة سمحت للمدافعين انهم يجون او اللاعبين الوسط انهم يدخلون في اللعبة هذه وما استغلت بالشكل الامثل لكن رغم ذلك شاهدنا كان في اصرار نفس الكورة المرتدة استغلت وسجل منها اعتقد الاهلي كان محظوظ في هذه الكورة لان الكورة من رجعة الكورة هذه انتهت اللعبة انتهت فعالية اللعبة انتهت خطورة اللعبة لكن بشكل ما كانوا محظوظين في استعادة هذه الكورة وتسجيلها طيب كابتن خلنا نتكلم يعني الحين لو جاينا انت كان طبعا هذا بالنسبة لهدف على مرمى على الحين نعم نشوف انه طبعا تغيير اتجاه اللعب تمركز اللعبين مع ان احنا قلنا فيه الاهلي فيه تنظيم بدأ ينظم نفسه بدأ يدافع الهجمات المرتدة وقوة الهجومية اللي عندها فالتواجد الدفاعي اعتقد انه كان كبير بالنسبة للمهاجمين كان بالشكل الامثل تواجد اللعبين نشوف حالة اثنين ضد واحد في المنطقة هذه مسكرين جميع المناطق لكن ايضا بعد اللعبين نوعا ما راح نشوف بعد شوي عطى فرصة انه تنرفع الكورة عند القائم الاول ايضا الرقابة ما كانت موجودة فنشوف يعني البعد اللي موجود بين البعد اللي موجود بين المدافعين المدافعين الاثنين كانوا بعاد جدا نصلا نحن الضغط على حمل الكورة نعم هنا نقول لازم تضغط على اللاعب الحائز على الكورة ما تعطي فرصة انه يرفع راسه ويشوف نشوف اللاعب هنا في المنطقة هذه وايضا نشوف اللاعب اللي في المنطقة هذه يعني ما كانت في رقابة بالنسبة لللاعب هذا الضغط والرقابة ما كانت موجودة بالنسبة لللاعب الآخر المتواجد يعني شايف اللاعب متحرك المساحة الخالية اللعبت فيها فإن لو كان عليه ضغط أكبر بشكل أكبر كان ممكن تجنب استقبال الهدف هذا طيب الحين كابتن الغرافة الفريق النادي الأهلي وضعه مثالي جدا ما سجل أي خسارة أو ما سجل عليه في رصيدة أي خسارة فريق الغرافة نفسيا منهار بعد هذه الهزيمة هل الغرافة قادر على مواجهة فريق نادي منتشي بحجم النادي الأهلي الآن نحن دائما نقول خالد الغرافة عند العناصر العناصر موجودة التي تفوز الغرافة وتخلي الغرافة يقدم عرض شيق وجيد ويحقق نتاج إيجابية لكن دائما ما يكون في يومهم ما يكون في أحسن حالاتهم في كثير من المباريات خاصة المبارات مثلا المبارة الأولى شوف يعني شتان بين المبارة الأولى مع السد في القسم الأول وقسم الثاني قسم الأول أنت حراجت السد وفي الدقائق الأخيرة مرخلة جزاء استطيعين يعود على المبارة المبارة هذه كانت سهلة جدا ويضا شوفنا تصريح المدرب يقول لك لو لم أخرج أكرم عفيف لا سجل أكثر يعني كانت النتيجة ممكن تزيد أكثر وأكثر فالغرافة يعني يعني ما تدري يعني يعني تدور كل ما تريد توصف فيه الغرافة ما تقدر احنا قلنا عدم استقرار ما في ثبات لكن يصير يعني أكبر من هذا الشيء بكثير يعني بكل تأكيد عموما احنا أيضا مشاهدين الكلام تواجدنا في تدريبات فريق نادي الغرافة وكانت لنا لقاءات متابعها سويا هايكو ما عندنا قيابات عدد الشنان إن شاء الله بتزيد من أدامنا إن شاء الله وإن شاء الله يعني التحضير عادي بيكون وإن شاء الله المبارة جاء بيكون أكثر الشراسة وإن شاء الله بركز في الثلاث نقاط طبعا نسينا المباراة السابقة كل الأحداث اللي اللي صارت فيها وإذا الأشياء تحصل مع أي نادي عالمي أو محلي بالنسبة للمبارة القادمة مباراة جدا مهمة بالنسبة لنا أتمنى إن شاء الله نتوفق فيها ونأخذ الثلاث نقاط المهمة فيها طبعا للعباء عزمين يقدمون أفضل ما لديهم ويقدمون هدية للجمهور في هذه المباراة إن شاء الله حاليا حاليا ما في أي قيابات إن شاء الله الفريق مكتمل للمباراة القادمة في قيابات في السابق لكن لحد ما مكتمل ما عدا راح يكون إن شاء الله متواجد فيها شنايدر إن شاء الله وقاعدين يعدون أعداد بدني لتجهزة هذه المباراة طبعا نتمنى أن فريق نادي الغرافة يعود حاله والجهاز الإداري والجهاز الفني أيضا يعرفون يتعاملون نفسيا مع اللاعبين ليخراجهم من الكبوة أو الوضع اللي هم فيه كي نشاهد مباراة تليق باسم فريقي الغرافة والأهل كذلك عموما المشاهدين الكرام تابع سويا أيضا التقرير الذي يحاكم مبارتي يوم الخميس ويوم الجمعة يواصل قطار دور النجوم انطلاقته صوب محطته الخامسة عشر بعدد من المباريات الهامة تضع أهل القاع وجها لوجه في صراع مرير مع أهل القمة الإخريطيات يواجه الريان في موقعة كروية صعبة الاخريطيات الذي واصل هزائمه بسقوط جديد أمام العربي بهدف لهدفين وظل رصيده عند ذات النقاط الثلاث متذيلا جدول الترتيب وبأرقام متراجع أيضا حيث ست وعشرون عرضية وركنيتين وثلاثمائة وثلاث وثمانين تمرير وأربع محاولات على المرمى واستحواذ بلغ ست واربعين في المئة لا يملك فيما تبقى من خطوات المشوار سوى محاولات تجميل الصورة وأمل القدرة على حصد ولو نقطة في مريان الذي كشر عن أنيابه أمام الدحيل بتعادل بهدفين في كل شبكة وتحصل على نقطة ثمينة من فم البطل رافعا بها رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع رغم تراجع متوسطه الرقمي إلى 16 عرضية وثلاث ركنيات ومائتين وتسع وستين تمرير واستحواذ بلغت نسبته ثلاث واربعين في المئة لكنه استعاد كثيرا من ملامح صورته المفقودة ويفتش حتما عن مزيد الإيجابيات بفوز جديد ونقاط مواجهة أخرى غاية في الأهمية والصعوبة تجمع الدحيل مع قطر الدحيل الذي فقد نقطتين ثمينتين في أهم محطات مشوار الحفاظ على اللقب بعد تعادله أمام الريان بهدفين في كل شبكة وارتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول لم يعد بينه وبين ملاحقة السد سوى ثلاث نقاط فقط لذا فمباراته تحتمل مجرد فكرة القسمة على اثنين أرقامه تبقى كبيرة كعادته 31 عرضية و7 رقنيات و429 تمرير و18 محاولة على المرمى واستحواذ بلغ 57% ويبدو سلاحه لخوض مباراة النقاط أمام الملك القطروي الذي انتعاش الجولة الماضية بنقاط الأمل الكبير التي قنصها من فم السيلية بالفوز بهدف دون رد ورفع بها رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر أرقامه في حاجة إلى مزيد التحسن حيث 15 عرضية و3 رقنيات و316 تمرير و7 محاولات على المرمى واستحواذ بلغ 45% يدرك صعوبة منافسه لكنه لا يفقد أمل الكفاح ولو من أجل نقطة الشحانية والسد مواجهة ثالثة لا تقل صعوب عن سابقتيها الشحانية صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد تعادله الجولة الماضية مع الخور بهدف للكل ومتوسط الرقمي يبدو مقبولا إلى حد كبير حيث 11 عرضية و4 ركنيات و351 تمرير و6 محاولات على المرمى واستحواذ بنسبة 48% يواصل التمسك بأمل القدرة على الظهور بشكل إيجابي في حضرة الكبار ويشتهي ولو نقطة التعادل فيما السد وبغزارة أهدافه وشهية نجومه التي تجاوزت الغرافة بضربة الثمانية العنيفة الجولة الماضية ورفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ادحيل المتصدر لا يعترف أبدا بتعادلات ولا يعرف سوى الانتصارات وحصد النقاط أرقامه دائما في منحنة تصاعدي 11 عرضية وركنيتان و549 تمرير و18 محاولة على المرمى واستحواذ بلغت نسبته 56% ويرفع شعار الفوز والنقاط مهما كان للشحانية من أمنيات إذن أول مبارا رح نتكلم عليها مباراة الريان مع فريق نادي الخريطية طبعا خريطية كعادة لا جديدة يذكر من خسارة إلى خسارة إلى خسارة لا شيء جديد بالنسبة لهذا الفريق ما أدري متى على الأقل ممكن يتعادل طبعا الخريطية في المركز الأخير خاصر من العربي 2-1 وقد ثلاث نقاط يتيمة في سجل الأهل اللي هي من فوز وحيد فريق الريان في المركز الرابع تعادل مع ندحير في المباراة اللي يطافت مع أنه كان من الممكن أنه يفوز نعم نشوف الخريطيات طبعا المباراة الأخيرة كان ماشي بشكل جيد في المباراة من نسب تنظيم الدفاعي تنظيم الهجومي استحواذ على الكورة حتى شهادنا العربي كان يلعب مدافع قدامنا فتفاعلنا بالخريطيات أنه يحقق نتيجة إيجابية لكن الآن الطرد مقلبت الأمور بالنسبة للخريطيات لاعب ناغص ورغم ذلك استطاع أن يعود نتيجة 2-1 قلص الفارق فأعتقد الخريطيات كان بمكانا يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لولا الطرد الذي يتعرض للاعب ماجد أما بالنسبة للريان الريان أعتقد أيضا ثلاث مباريات أو ثلاث تعادلات متتالية بالنسبة للريان يعني ثلاث تعثرات أو ثلاث عثرات بالنسبة للريان الأخيرة كانت أمام الدحيل الدحيل يعني أعتقد كان بمكانا أنه يعني يحقق نتيجة أفضل ما حققها لأنه دروا العديد من الفرص الريان الشوط الثاني بدأ يتحسن مع نزول خلفاء مع نزول سبستيان بدأ يتحسن لكن الريان ليس هو الريان اللي معرفة في هذه المباراة اللي يبغي ينافس على دخول المربع وينافس على المراكز المتقدمة الأول والثاني والثالث فالريان يعني أعتقد كان تعادل بطاعم الفوز بالنسبة للريان في هذه المباراة وعكس الدحيل اللي كان تعادل بطاعم الخسارة بالنسبة للدحيل بحيث أن نتقلص الفارق بينه وبين السد إلى ثلاث مقابل يمكن الريان قدم أكبر هدية للسد بعد هذا التعادل ويمكن كان بيخدم أكثر لو كان فاز على فريق اليدحيل فهل نحن يمو ثلاثة المباراة المواجلة بيننا بكل تأكيد نتيجة التعادل بالنسبة للدحيل هي كانت والريان كانت هدية قيمة للسد فهل يستغل السد هذه الهدية في المباراة المواجلة لكن الريان أعتقد بنسبة كبيرة فقط حظوظة في المنافسة على المركز الأول والثاني على الأقل يمكن هو دخول المربع والبقاء في المربع هو راح يكون هم من ريان الأكبر أو إلى تحسين مركزة إلى المركز الثالث على أكثر تقدير بكل تأكيد عموما مشاهدينا الكرام احنا تواجدنا في تدريبات فريق نادي الإخريطيات وكانت لنا هذه اللقاء نتابع موسيقى موسيقى فريق بيكون كامل فريق جاهز مباراة صعبة ضد فريق كبير نادي كبير بس نحن جاهزين حق المباراة وإن شاء الله نقدر نفوز في المباراة موسيقى فريق جاهز وصفوفنا فريق ونقصنا اللاعب ماجد أمان حكم مباراة الأخيرة اللي لعبنا هردود نادي قطر وانطرد ماجد وأنا كرايان الشخصي إنه ماجد الكرت اللي حصل ما يستاهل صراحة ما يستاهل الكرت الأحمر وهذه التحكيم وإحنا شيء ما بغريب علينا يعني تعودنا وإحنا نتمنى الكرت هذا نتمنى أن يأخذوا قرار صالح الفريق وإن الولد ما يستاهل الكرت وما مباراتنا قدام نادي العرب تدري مباراتنا ما فزنا إلا فيها مبارات دوري مباراة وحتى ضد نادي الغرافة حصلنا فيها هذا النقاط والفريق قاعد يمر في المرحلة صعبة صراحة ومباراتنا كلها مهمة وتعتبر مبارات كلها مبارات قوس والمبارات قسم الثاني ما خلص والأمل موجود بالعكس سنتم أسكن الفريق لأخر مبارات وإن شاء الله نحاول أن نكون في المركز والمكان الأفضل والأمل موجود بالإذن الله شماعة التحكيم مع قول أبو ساجر يعني كابتن منصور يتكلم عن تحكيم ولكن أنت أساسا محصلتك في كل المبارات ثلاث نقاط انتصار وحيد انتصار يتيم ما في أي هزيمة ما في أي تعادل عقوا يا ريت أنا ما يكون في أي هزيمة يعني هو طبعا هي تشوف الأخطار التحكيمية واردة وجزء من اللعبة بس ما تكون شماعة نعم هذه في مباراة واحدة لكن باقي المباريات نحن نقول ما تكون شماعة مثل ما قلت أنت أو أبحث عن الحلول أو المشاكل فعلا اللي مأثرة على الفريق وأوجد لها حلول يعني نحن خلنا نشوف حتى الإخراطيات أنت لو تشوف بالنسبة للخط الهجوم والإخراطيات يعني ما في لاعب أو اللاعبين الموجودين يعني محمد رزاق أو ماهر يعني ليسوا بتلك القوة يعني فأنت تحتاج لاعب يسجلك لاعب هداف على الأقل يشيل الفريق من ناحية الهجوم هذا هذا موش موجود عندهم فهم يحتاجون يعني إلى أكثر من التوفيق مع الحكام يحتاجون إلى أمور كثيرة حتى يعني يحسنون من مركزهم أو حتى من مجموعة النقاط التي عندهم نعم نحن ننتقل للمبارة الثانية مشاهدين الكرام بارة الادحيل وفريق نادي قطر فريق الادحيل بالصدارة طبعا ممكن يكون التعثر بالنسبة له هو التعادل فريق الادحيل تعادل مع فريق نادي الريان في المباراة الماضية بهدفين لهدفين فريق نادي قطر فاز على السيلية بهدف دون رد يمكن لقاء الجولة الجولة الذهاب كان ثلاثة اثنين لسأل فريق نادي الادحيل في المباراة كانت مفاجئة يعني مستوى نادي قطر طلع فيها بتلك الصورة نعم هو الادحيل المباراة الأولى قطر قد مباراة كبيرة أمام الدحيل استطاع أن يحرز هدفين وأن يكون ند في بعض الأوقات الدحيل كان مكتمل الصفوف نوعا ما لكن قطر مباراة الأخيرة يعني استغل عدم تواجد أو غياب عدد من اللاعب السلية وخاصة المهاجمين يعني نحن نشوف السلية سجل 25 هدف سجل منهم 20 هدف رشيد وعبد القادر لياس بالإضافة إلى رامو صياب فالشوط الأول كان يعني قطراوي واستطاعوا أن يخلقون عدة فرص سجلوا أحداها لم يوفقوا في كثير من الفرص من الشوط الثاني شفنا تحول يعني في تراجع غير مبرر أنا نشوفه من ناضي قطر المحافظة على الهدف اليتيم اللي سجلوا فعلا تحقق لهم ذلك لكن في أي وقت كان ممكن السلي أن يرجع إلى المباراة فدائما نقول أنت إذا تتراجع للحفاظ على الهدف فبالمقابل أيضا يجب أن تضع ضغط على الفريق المنافس من خلال الكرات المرتدة من خلال تعزيز بهدف ثاني أو البحث عن هدف ثاني من خلال الكرات المرتدة لكن هذا لم يحصل وفعلا استطاع أن يحافظ على هذا الهدف لكن نحن في كثير من الأحيان تكون نتيجة مباغة لأن في آخر الدقائق وشفنا في مبرات كثيرة أن في آخر الدقائق ممكن الفريق المنافس يرجع أما تحل تحل طبعا في غيابات كثيرة في إصابات الموسم هذا بدءا بالمساكن إلى أسماعيل إلى النام تايهي وإلى بريك اللي ينتمنى أيضا الشفاء والعودة السريعة ف يعني تحس أن تحل في غيابات كثيرة ودائما إذا في مجموعة من اللعبين اعتمد عليهم وماشيين بالشكل الصحيح لما تصير التغييرات وفعلا عنده عناصر ممكن تسد لكن ليست بتلك القوة مثل اللاعب اللاعب عندك 30 أو 20 أو 50 مباراة لا مثل اللاعب اللي يلعب لك مثلا 5 أو 6 مباراة أو لاعب شاب هو طبعا راح يسد لكن ما راح يكون بنفس قوة اللاعب الأساسي المتغيب لكن دائما نقول أن الادحيل عنده الفريق أو عنده العناصر اللي ممكن تشيل الفريق وخير مثال على ذلك المباراة الأخيرة أما من رأينا شاهدناه يعني في معظم الأوقات كان مستحوذ كان متسيد المباراة وكان بإمكان أن يسجل أكثر من هدف لكن لم تستغل تلك الفرص فخرج بتعادل في هذه المباراة بطعم الخسارة نعم عموما مشاهدين الكرام الزمير صالح عبدالله كان متواجد قبل قليل في تدريبات فريق نادي الادحيل وكان له هذا اللقاء نادي الادحيل نادي الادحيل الرياضي استعداداً لمباراتهم القادمة أمام قطر ينضم معي محمد بشير السليطين مسق العلامي لنادي الادحيل رح فيك على قناة الكاس مباراة في غاية الأهمية أمام قطر مع قرب نقاط الفارق بينكم بين السد في المباراة بعد خمسة أيام بسم الله الرحمن الرحيم أهلا مرحبا فيك تدريباتنا في نادي تحيل شكراً مقت الاستعداد حق هذه المباراة نادي قطر استعداد طيب والحمد نتمنى إن شاء الله إن كمسعدادنا نتمنى على أكمل وجه ونأدي مباراة طيبة طبعاً نادي قطر نادي محترم كبير وآخر مباراة كان عنده انتصار فيها نتمنى وإحنا طلعنا بتعادل أمام الريان نتمنى نعيد انتصاراتنا وإن شاء الله البركة في الشباب وهمتهم في المباراة الجاي وإن شاء الله نطلب نتيجة إيجابية بإذن الله تعويض اللاعب الأسيوي نام من بديل نام بديل نام شكل ما أعلن المدرب في المؤتمر الصحفي الأخير أو بعد لقائنا مع نادي الريان جاري البحث عن لاعب وإن شاء الله يكون جاهز يعني في خلال فترة التوقف هذه فترة مناسبة يكون تختار لاعب يكون مناسب لنادي تحيل يكون لاعب ذو قيمة هكذا القيمة التي خسرناها فينا وإن شاء الله يكون جاهز بالنسبة لنا في المرحلة الجاي يسوان أسيوي أو محلي بإذن الله مباراة اللي بعدها مشاهدين الكرام في مباراة السد والشحانية السد ضرب الغرافة بمقياس 8 رختر طبعا في مباراة كانت ممتعة بنسبة لطرف السد صعبة جدا لطرف فريق نادي الغرافة في المركز الثاني السد يبحث عن الصدارة من خلال هذه المباراة وكذلك المباراة المؤجلة بالنسبة لها أمام فريق نادي الدحيل اللي رح تكون يوم الثلاثة فريق نادي السد رصيدة 32 نقطة فريق نادي الشحانية تعادل مع الخور بهدف لهدف فريق نادي الشحانية في المركز التاسع حاليا في جدول الترتيب بساجر لقاء الذهب كان 4-0 لفريق نادي السد هل رح تكرر أيضا قسوة السد على الفرق هو بالإمكان يعني احنا قلنا العناصر موجودة في السد المهاجمين فريق متكامل يمكن غياب تشافي بس فقط عن السد لكن فريق متكامل حتى دكت البودلاء عنده ولله الحمل متكامل لكن كل ما يقدر يسويه الشحانين يلعب بطريقة دفاعية يغلق المنافذ على المهاجمين يحاول قدر الإمكان أنه لا تستقبل شباكة خاصة أهداف الدقائق الأولى الفتح أمام السد فتح اللعب أمام السد سيعود بالخسارة الكبيرة فعلى الشحانيا يغلق المنافذ أمام مهاجمين السد ويحاول يلعب بطريقة دفاعية وساجر تعليقك على هذا الخبر عفيف الأفضل في السد بناء الاستفتاء الجماهيري تكريب من نادي السد من الجمهور والله يستاهل لأنه فعلا خاصة المباراة الأخيرة أحرص ثلاثة أهداف وصنع كم هدف يعني في كل مباراة هو مميز يعني يمكن حتى تصريح المدرب يعطيه حافز يمكن أكبر من أي شيء ثاني يقول لو ما طلعت عفيف كان يكون نتيجة أكبر فعفيف يحس بقيمته بأن له وضع بأن المدرب أصلا عينه عليه وشايف الشيء قاعد يسوي وقيمة ما يسويه في نظر المدرب نعم طبعا هو خبرة يعني احنا أعتقد عفيف مدام جاء اللعب في السد وليلعب أساسي في السد مبارا مبارا تشوف أنه يعني تشوف أنه لاعب نضج في اللاعب صارت عنده شخصية في الملعب خاصة التفاهم الكبير أيضا اللي نشوفه بينه وبين بغداد وبينه وبين باقي زملاء اللاعبين يعني احنا نتوقع عفيف يعني في مستقبلا راح يكون اللاعب رقم واحد هو زملاء يعني في كذا اللاعب لكنهم عفيف الأبرزهم خاصة من ناحية الفنية قدرة الفنية صرعتها أداءها أهلا ما يكون اللاعب رقم واحد في قطر بذل الله تعالى طبعا نحن ننتقل لمحور آخر مشاهدين الكرام يوم السبت راح تكون هناك مبارتين الخروسلية ومصلال والعربي نتابع هذا التقرير سبت سبت مثير يستقبل مبارتين همتين أحدهما تجمع الخور مع السيلية في مباراة البحث عن الذات الخور لا يزال متعثرا في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط بعد تعادل الجولة الماضية مع الشحانية بهدف في كل شبكة لكن أرقامه متصاعدة ومشجعة حيث 14 عرضية و5 ركنيات و400 تمرير و10 محاولات على المرمى واستحواذ بنسبة 52% ويسعى للخروج من نفقه المظلم رغم يقينه بشراسة منافسه الذي لن يقبل بهزيمة أخرى تواليا بعد هزيمته الجولة الماضية أمام قطر وتجمد رصيده عند 25 نقطة ثالثا في جدول الترتيب أرقامه والآخر تبقى إيجابية للغاية حيث 19 عرضية و3 ركنيات و479 تمرير و13 محاولة على المرمى واستحواذ بلغت نسبته 55% ويفتش عن فوز يمحو به سطور الهزيمة ويستعيد به مفاتيح العزيمة آخر المباريات تجمع أم صلال بالعربي في مواجهة السؤال الصعب أم صلال الذي واصل التفريط في النقاط بتعادل سلبية الجولة الماضية أمام الأهلي وتراجع إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة وبمتوسط الرقمي متراجع أيضا حيث 18 عرضية و3 ركنيات و245 تمرير و10 محاولات على المرمى واستحواذ لم يتجاوز الـ 45% لكنه رغم ذلك لم يرفع بعد راية الاستسلام وينقب عن انتصار يحكم به الكلام العربي على الجانب الآخر منتعش بفوز أهم على الخريطيات بهدفين لهدف رفع به رصيده إلى 18 نقطة مرتقيا إلى المركز السابع وبحصاد الرقمي يبدو مقبولا حيث 11 عرضية وركنيتين و429 تمرير و10 محاولات على المرمى واستحواذ ارتفع إلى 54% ويبحث عن مزيد النقاط واستعادة ثقة الانتصار بجديد الانتصارات موسيقى 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 إذن المبارة اللي راح نتكلم عنها الحين هي مبارة الخور والسيلية طبعا فريق نادي السيلية خسر من نادي قطر بطريقة يمكن الكل كان متوقع أن السيلية يسوي شيء لكن الغيابات يمكن هي أثرت على فريق نادي السيلية خسر 1-0 الخور تعادل مع الشحانية بهدف لهدف لقاء ذهب وصاجر كان 2-1 يصل فريق نادي السيلية أيضا ما كان فارق الكبير بين الفريقين كل تأكيد حين نشوف الخور بدأ يتطور شوي قلنا حتى في المبارات التي خسرها يعني عكس القصب الأول كان يخسر بنتاج كبيرة الآن بدأ يتحسن أداءه المبارة الأخيرة أيضا الخروج بتعادل أو بنقطة السيلية مثل ما ذكرت أن الغيابات أثرت عليه خاصة من ناحية الهجومية يعني قلنا 25 هدف بالنسبة للسيلية 20 هدف سجلهم عبدالقادر الياس ورشيد فغيابهم عن هذه المبارة أثر عليه من الناحية الهجومية بشكل كبير رغم أنه كان حصل كم فرصة لكن لم تستغل خاصة الفرصة الأولى من محمد مدثر الآن عودة اللاعبين ذول راح يعطي السيلية يعني القوة التي كان عهدنا فيها وخاصة في المبارات الأخيرة الثلاث التي فاز فيها السيلية نقل نحن الموسم الماضي يعني جاء في فترة هبط فيها ولم يصعد لكن الموسم هذا نشوف يعني كان في ثلاثة خسار متتالية بعد ذلك في ثلاثة انتصارات يعني في عودة إلى سكة الانتصارات الآن خسارة لكن أعتقد السيلية قادر على العودة إلى المنافسة على خاصة المقعد المركز الثالث الذي هو فيها الحين نعم ممنحنا طبعا ننتقل لمحور آخر محور مباراة العربي وأم مصلال فريق النادي العربي فاز على خلطيات بهدفين مقابل هدف ومصلال تعادل مع له بدون أهداف سابع وثامن يمكن أيضا لقاء الذهاب كان وضع الفريقين أيضا مختلف تماما فريق العربي فاز على أم مصلال خمسة خمسة واحد نحن دائما نقول عاد الرحيل وخروج عاد الرحيل من المباراة أو عدم شاركة في المباراة يؤثر على مصلال بشكل كبير لأن اللاعب نتمنى للشفاء العاجل يعني تشخيصه كان فيه رباط صليبي فلن يشارك في هذه المباراة الله يشفي العربي المباراة السابقة استغل النقص العددي بالنسبة الفريق الاخريطيات يعني أعتقد كان محظوظ العربي بخروج هذا اللاعب البطاقة الحمراء يعني شهادنا العربي بعد الخروج هذا بدأ يعود إلى المباراة وبدأ يعني يهاجم الاخريطيات فكان يعني نوعا ما محظوظ في خروج اللاعب بالنسبة للمصلال سبع مباراة لم يحقق فيها أي فوز يتعادل يخسر يتعادل يخسر لكن لا يفوز فهل يعود إلى سكة الانتصارات من خلال هذه المباراة خاصة إذا ما العربي لعب نفس الأداء اللي لعب فيه أمام الخروج فأعتقد أن العربي كان متراجع متراجع بشكل كبير وكثير أمام فريق يعتبر هو منافس مباشر لا وفي المركز الأخير العربي يعني حقق نتاج أفضل من النتاج يعني حقق نتاج أفضل من خلال بعض المراحل أو مراحل معينة من دوري ولا نشوف بدأ فيه تراجع معينة لكن الثلاث نقاط هذه يعني أسعفت العربي وشالت العربي نوعا ما إلى المركز متقدم للمركز السابع لكن مبارات المصلال يعني راح يبين وجه العربي الحقيقي وأيضا وجه المصلال خاصة مع تأكيد عدم مشاركة لاعب عادل من خلال المبارات القادمة فهل على مصلال أن يتكيف على هذا الشيء مباراتهم الأخيرة ومصلال يمكن سنحت له أكثر من فرصة أيضا لم يستغلها عهدنا مصلال دائما يستغل الفرص يسجل ويحافظ على دفاعاته لكن المبارات الأخيرة شاهدنا لم ما استغل الفرص التي جات أهدر فرص كثير وأيضا من ناحية الدفاعية كانت سنحت للفريق المنافس الذي هو الأهلي الكثير والعديد من الفرص لم يستغلها فأعتقد مصلال كان خروجه في هذه المبارات بنقطة وحيدة كانت شيئا بالنسبة لهم نعم المشاهدين الكرام أيضا تواجدنا قبل قليل في تدريبات فريق نادي أم صلال وكاننا هذا اللقاء مع اللاعب محمود المراس بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تعرفوا أنتم مباراتنا جاية مع العربي راح تكون مباراة بالنسبة لأن حياء أو موت المباراة مهمة كتير لحتى نقدر نلتحق بالمربع مثل ما تعرفوا أنتم هذه المباراة راح تكون لأن مثل مباراة نهائية راح نعتبرها لأنه قبل فترة التوقف فترة التوقفية شهرين فلازم أنه نعمل كل شي لحتى نقدر نفوز من المباراة العربي والشباب يعني قادرين وحابين أنه يعملوا شيء وفي غيابات مثل كابتن عادر حيلي الله يشفيه إن شاء الله وسماعي الأربع بطارات موسيقى 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 الثاني من حلقتنا لهذا اليوم وننتقل للجزء الثالث أكيد بسجر راح يرافقنا في الجزء الثالث في المباراة المؤجلة للسد والإدحان المباراة المثيرة واللي أعتبرها يعني يمكن هي قمة القمم في هذا الموسم بحكم منها برات كسر عظم بكل تأكيد أكيد انتظرونا مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الثالث من حلقتنا لهذا اليوم موضع ساخن جدا على صفيح ساخن أيضا في طاولة برنامجكم قبل الجولة راح نتكلم عن المباراة المؤجلة السد والإدحان المواجهة مواجهة كسر العظم مواجهة الصدارة مواجهة من سيعتلي جدول ترتيب دوري نجوم قطر في هذا الموسم حتى هذه اللحظة وكذلك راح نتكلم عن المدربين الموجودين في المدرجات متى يؤذن لهم ليكونوا في أرض الملعب أو على ذكة البدلة أو في وسط المستطيل الأخضر هذا ما سأعرفه مع ضيوفي في هذا المساء الكابتن حسن الكواري يا مرحب وسهل فيك مرحب يا خالد رحب فيك صراحة وسعيد تواجد هنا معكم في السيديو الله يعطيك العافية ونتشرف فيك كذلك الكابتن أحمد الأحدان المهند يا مرحب وسهل فيك يا مرحب يا خالد مساءك الله بالخير عليك على المشاهدين وعلى أخوي الصديق الغديم حسن سالم الكواري مدرب في الشحانية هاتف عشرين صراحة اللي قاعد يقدم نتائج يعني نشوف ملموسة فريق متطور منا للتوحيق مدرب وطني أكيد نتشرف فيه دائما هو مبدف دائما وأبد الله أجزاكم خير إذن مشاهدين الكرام نبدأ بالملف الأول مرة السد والإدحيل أيضا مع مدرب وطني ومحللنا الدائما الكابتن سلمان حسن نرجع لك أبو ساجر ونتكلم عن مباراة السد والإدحيل طبعا مباراة مثل ما ذكرت مباراة قمة القمم مباراة كسر عظم نحن نشوف السد يتأخر عن إدحيل فرق ثلاث نقاط السد تعرض لخسارة وحيدة أمام الأهلي وتعادل في مناسبتين أمام السهلية وأمام الغرافة الغرافة عفوا إدحيل تتعادل في مناسبتين فقط أمام الريان في المبارتين والولا والثانية بالنسبة للسد السد طبعا من ناحية الكرات العرضية 18 كرة مثل ما نشوف السد دائما يعتمد على خاصة الظاهيرين عبد الكريم حسن وحامد اسماعيل في التقدم فلذلك إن شاءت في عديد والعديد من الكرات أو الهجمات كانت عن طريق اللاعبين ذول بالنسبة على التسديد على المرمى النسبة كبيرة وكبيرة جدا 18 إلى 14 تمريرة بين الثلاث خشبات أو بين القائم والعارضة وذكرنا في الحلقات السابقة أنك تحتاج ثلاث محاولات على المرمى حتى تسجل لكن نشوف النسبة كبيرة والدليل على ذلك نسبة الأهداف الكبيرة التي سجلها السد سجل عنده السد عندها نسبة كبيرة من الأهداف خاصة نشوف بغداد بنجاح 26 هدف ويتفوق على كثير من الفرق لحدها موصلت إلى 26 هدف في جميع المباريات وأيضا أكرم عفيف من رصيد 14 هدف يعني اللاعبين ذول اثنين مسجلين تقريبا 40 هدف بالنسبة للسد الاستحواذ طبعا استحواذ كبير بالنسبة للسد 549 لأن السد يعتمد على بناء اللعب وفي أحيانا كثيرة الاستحواذ على الكرة ونقل الكرة والتمريرات القصيرة فلذلك نشاهد نسبة كبيرة من التمريرات الاستحواذ أيضا السد دائما ما يستحوذ في جميع المباريات السد هو المستحوذ فنسبة الاستحواذ والمجموعة 56% ركنيات 5 ركنيات للسد فالسد يعني من جميع الأرقام هو متفوق عن كثير من الفرق وحتى في نسبة الأهداف يعني لما نقار نسبة الأهداف بينه وبين الدحيل فنسبة الأهداف أيضا تفوق فريق الدحيل نعم في الجانب الآخر نشوف فريق الدحيل أيضا من الفرق اللي لا يقل طبعا عن فريق السد من ناحية بناء الهجمات من ناحية تسجيل الأهداف لكن تسجيل الأهداف نوعا ما أقل عن السد المحاولات نشوف 18 محاولة على المرمى في كل مباراة تقريبا وثمانية بينهم بين القائمين والعارضة الكرات العرضية 31 نشوف هنا في الكرات العرضية في الكروس يعني يتفوق على فريق السد من كرات العرضية وأيضا مثل ما ذكرنا فريق الدحيل أيضا يعتمد على تقدم الظاهرة سواء كان علي عفيف أو كان بريك في الجهة هذه وأيضا كان مراد ناجي أو محمد موسى في الجهة هذه فدائما يعني يعتمدون على تقدم اللاعبين ذول لزيادة الهجوم عدد المهاجمين الركنيات سبع ركنيات أيضا الاستحواذ 57% مقارب طبعا لفريق السد تمريرات هنا نشوف أقل من السد يمكن 429 تمريرا فنسبيا أقل لكن الفريقين يعني بنفس النمط يحاولون يلعبون على الاستحواذ على التحول السريع من الدفاع للهجوم الاستغلال الأطراف تنوع في الهجمات عدد الهدافين أيضا بالنسبة لدحيل يمتلك هداف هدافه العربي لكن يتفاوق السد قلنا في عدد المهاجمين الذي عندهم القدر على تسجيل الهداف أكثر من الدحيل لأنه يعتمد تقريبا ونسبيا على لاعب واحد حتى المعز الموسم هذا لا نشاهد له هداف كثيرة نام تاهي غياب نام تاهي أيضا راح يؤثر بشكل أو بآخر على قوة الدحيل الهجومية من راح يفوز اللي سجل أهداف أكثر من اللي بيسجل أكثر طبعا يصعب التكاهن نحن قلنا يمكن الأفضلية الآن من ناحية التكامل العدد يصب لصالح السد يعني الدحيل عنده غيابات بريك شاهدنا يمكن في فترة من الفترات بدأ يبرز بدأ يدخل في جو فريق الدحيل بدأ يعني يعمل الفارق الآن يغيب بسبب أعتقد عملية جراحية غياب نام تايهي يمكن كان من أفضل اللاعبين صناع اللعب يعتبر هنا موجود عندنا في الدوري أيضا يغيب إسماعيل الجناح الطائر بالنسبة لمنتخبنا الوطني وبالنسبة للدحيل أيضا يغيب عن هذه المنبارة وسابقا أيضا غياب المساكني اللي بدأ أيضا يبرز وبدأ يعني يبين مستوى أيضا يغيب عن هذه فهذا يعني تعرض لكذا يصابة يمكن السد يغيب عنهم فقط شافي لا يعني هل يشارك في المبارة القادمة أو لا لكن من اكتمال العدد هو السد مكتمل العدد وأيضا حظوظ أوهر في هذه المبارة نعم ممن كابتن سلمان بيضالوجيك يعطيك الصحة العافية شرح كافي ووافي وتحليل أيضا مميز يعطيك صحة العافية كيف تنتقل سبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله إذن مشاهدين الكرام مثل ما شفنا بلغة الأرقام والحصايات والحديث الفني الذي تكلم فيه الكابتن سلمان أنتقل لضيوفي باختصار كيف تشوف السد قدام رد حيل والله خالد فرق كرة الغدم تمر بمراحل يعني ممكن تحصل الشهر هذا أو الفترة هذه يكون فريق متفوق أو يعني واصل لفورما مستوى عالي فيها وينزل الفريق آخر ينزل الفترة الحالية السد يمكن بعد ما خرج من الأسيوية مر شوي بصدمة أو باهتزاز بسيط اهتزاز فني أتكلم سببت أنه خسر يمكن نغط مباراة الأهلي رجع السد الآن من بعد الكبوة هذه رجع السد لبداية الموسم بداية الموسم السد بدأ بشراها تهديفية يعني كل مباراة كان يفوز فيها بالستة والعشرة وشفنا أرقام يعني أرقام خالية لفريق السد الآن السد رجع في الفترة هذه لبداية الموسم توقع السد وعلى العكس تحيل تحيل يمر بنزول للمستوى فورما صراحة يعني مش عالية فنيا الفريق خسر مفاتيح اللعب طبعا بسبب خسران المفاتيح اللعب القوي اللي كانت في الفريق آخرها نامتها سبب لنزول مستوى فريق إدحيل أنا أروح مع السد رح يكون كعبة أعلى من إدحيل في المباراة نعم بلحدان نحن شوفنا كيف السد مع الإدحيل لكن نحن نشوف الإدحيل مع السد خالد شوف ما زيد كلامي على أخي حسن لكن أنا أعتقد أن اليوم السد هو اللي قاعد يتفوق هو الأفضل بغض النظر عن بعض المشاكل لقصادته أو التراجع في مستوى لكن السد في الوقت الحالي هو الأفضل هو اللي قاعد يقدم مستوى جدا مميزة خصوصا بعد خروجه من دورة بطل آسيا يمكن في السنة هذه أغلب الفرق في تراجع في المستوى صراحة حقيقة سواء إدحيل أو السد ولكن الأفضل لهم حاليا صراحة السد يعني أنا أشوف أن السد هو اللي قاعد طبعا السد ما عنده غيابات إدحيل عاني كثير من غيابات خالد عاني من أهم لعبية صراحة بعد إصابة المساكني قلنا أن الفريق ما رح تأثر ولكن صراحة تأثر إصابة إسمايل جدا مؤثرة شفنا غياب رمانة حط الوسط له كريم بطيف يغيب فتاة كثيرة مبريات كثيرة يغيب أنا أعتقد أن السد هو الأغرب للفوز هذه المبارا إلى أن ما رح تكون سهلة قد يتحيل يعمل المفاجأة ويفوز ولكن الأغرب قوية كابتن يعني يعمل مفاجأة ويفوز يعني فوز يدحيل على السد رح يكون مفاجأة لا لا شوف مش مسألة مفاجأة الواقع يقول أن السد أفضل خالد نعم لعبين السد اليوم ما عندهم غيابات مثل ما قال كابتن سلماء ما عندهم الأشافي وأعتقد أن أشافي هذا الموسم غيابة ما رح يكون مؤثر عند اللعبين صراحة لعضون شافي ولكن إذا تقول لي مفاجأة أنا أقول لك أن السد هو الأغرب للفوز بكل الأشياء بكل يعني اللعيبة مستوى اللعيبة عندهم عبد الكريم حسن مخض لعزة أفضل اللعب عندهم حامل سمائل ظهير يمين جدا مميز عندهم بغداد وأكرم عفيف ما احترام لباقي الفرق هم اللعامين للفرق في نادي السد أنا أعتقد أن كفة السد في المباراة أفضل ولكن هذا لا يمنع أن الدحيل يحقق الفوز في المباراة إذا فاز الدحيل أنا أعتقد أن الدحيل هو الأغرب للدوري لكن إذا خسر الدحيل أنا أقول لكن السد هو اللي بحق بطل الدوري هذا المباراة يعني إذا المباراة هذه هي الميزان لدورينا ومن يفوز في هذا اللقاء سيكون هو بطل الدوري بحسب الكابتن أحمد حدار عموما مشاهدين الكرام ندخل في تفاصيل أكثر بالنسبة لهذا اللقاء من خلال هذا التقرير ومواجهة كسر العظم مباراة حاسمة فاصلة بكل معاني الكلمة بين السد والدحيل وكلاهما فرس رهان دائم السد في المركز الثاني لا يملك رفاهية الاختيار لا في تلك المباراة ولا غيرها يدرك كم أنها صعبة وتحمل له في طياتها كل عنوين الموسم التي من بين أهم أهمها إما استكمال المشوار وإما اعتذار للأنصار يضم كتيبة مدججة بالنجوم وصاحب معدلات الرقمية تجعل منه ندا كبيرا دائما بل ونتائجه ومعدل أهدافه يثير الرعب في نفوس المنافسين كل المنافسين حتى وإن كان من بينهم التحيل الذي حتما يدخل هو الآخر المباراة بكل حسابات الإجهاز على المنافس المباشر والرغبة في إعادة فارق النقاط إلى سابق عهده بعدما منح الريان هدية العمر وقبلة الحيال السد بتعادل مثير مع الدحيل بهدفين في كل شبكة الجولة الماضية الدحيل وبأرقامه الكبيرة رغم كل شيء التي تعكس قوته وقدرات كتيبته لم يعد هو الآخر يمتلك رفاهية التفريط في النقاط بعد أن بات بينه وبين ملاحقه مجرد خطوة مباراة كبيرة بين كبيرين ترسم ملامح بطولة وتحدد علامات بطل وتنبئ بمكان لقب ويبقى في النهاية سؤال صعب من يحسم القول ويحسن المقال ومن لا يملك ردا على السؤال إذن نعود للحديث عن هذا اللقاء يعني كبتن حسن نحن ممكن تكلمنا من جانب كبير أنتوا تكلمتوا الاثنين بأن كمقارنات سواء باسماء لاعبين في وضع الغيابات في أمور كثيرة المدربين كيف تشوفهم من الأكفاء أو من الأجهز لأن يكون هو الفاز في الثلاث نقاط اليوم والله المدربين للأدوات اللي عندهم يعني نتكلم عن فيريرا يعني محظوظ أن أدوات تغريبا مكتملة فورمة الفريق قوية تسجيل جاي من انتصار يعني قوي جدا ضد الغراف عكس نفسية لاعبين تحيل عندهم يعني اللاعبين متأثرين بالغيابات اللي موجودة نفسيا على الأقل عارفين الكواليتي اللي خسروا من نام سواء أو اسماعيل أو غيرها يعني إصابة نامتي هي ذكرتهم بالمساكنة وذكرتهم باسماعيل وذكرتهم بعد ما كانوا تغريبا يعني نسو الموضوع وبدأوا يدخلون كأنهم فريق آخر من غير الأسماء هذه لكن فريرا حالة فريقه تساعده اليوم طبعا الأجواء العامة في نادي السد أو في فريق نادي السد أجواء جدا جميلة للتسجيل للأهداف أتوقع حالة فريق السد ستساعد فريرا للتفوق في المباراة هذه على العكس نشوف هناك الكابتن نبي المعلول يعني لا بد أن يعالج الفريق لا تنسي أنه فيه مباراة قبل المباراة هذه قد تحدث فيها أيضا مفاجآت أخرى رح تعكس يعني ممكن من الممكن أن نصل للمباراة المباراة المؤجلة بين السد ودحيل يعني ممكن لدحيل وقطر يصير فيها مفاجئة قد يكون السد والشحاني يصير فيها مفاجئة هذه بعيدة لكن قطر ممكن لأن قطر في مباراة الذهب ضد حيل يعني كانت 2-0 لقطر قبل يسجلون التعادل وسجلون هدف الفوز والترجيح لكن نحن نتحدث قطر حالته أيضا قطر يعني في المؤخرة وقطر المباراة الذهب ستعكس عليه أو تساعد أن يكون شرس في المباراة هذه ملاحظة باختصار من يقرأ المباراة فنيا أفضل فيريرا أو معلول أعتقد أن الاسترار الفني للسد فيه رصد ثالث موسم لحي أعتقد هو المفوض أن يكون الأفضل والأغرب اللعيب تحافظ اللعيب اللعيب حظين طريقة لعبة توجيهات في الملعب يعني أعتقد أن السد فيه راح تفوق على نبيل معلول في المباراة بالأرقام السد 2-1 حسن والله راح تكون نتيجة كبيرة نحن شفناها العام 3-3 4-3 فأتوقع فيها هداف لكن السد راح يتفوق فيها هداف السد راح توقعت الكباتم بأن السد هو الأفضل والأرجح كفة لحصاد نقاط المباراة الثلاث نطوي ملف هذه القضية وهذا الموضوع وننتقل للمحور الآخر والحديث عن المدربين المتواجدين في المدرجات متأسمح لهم بالنزول إلى عبد الملعب ظاهرة جديدة لكنها عجيبة مدربون يعملون لكن من المدرجات حكاية بدأت مع التركي بولانت مدرب ريان ثم انضم يوسف آدم مدرب الخريطيات الجديد إلى القائمة التي لا تزال مفتوحة لأسماء جديدة التفاصيل تعود إلى قرار اتحاد الكرة بإلزام الأندية التي لم تنهي تسوياتها المالية على كافة المستويات بعدم إبرام تعاقدات جديدة لا على مستوى المدربين ولا حتى اللاعبين ورغم وضوح القرار إلا أن أندية قامت بإبرام تعاقداتها من بينهم الريان الذي تعاقد مع التركي بولانت لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني الفاسكو ومع ذلك بقي بولانت مجمدا يدير فريقه في المباريات من المدرجات الصورة ذاتها تكررت في الخريطيات فبعد تعثر الفريق مع التونسي نصيف البياوي الذي خلفه المغربي عزيز العامري لفترة قصيرة أقيل بعدها لمصلحة القطري يوسف آدم إلا أن الأخير هو الآخر بقي كذلك خارج الخدمة ليدير فريقه الذي يعاني الأمرين من مقاعد المشاهدين ثم يبقى مع كل هذا وذاك سؤال أهم من يفصل الآن في أمر واقع مر ومن يعيد الأمور إلى نصابها ومن كان سببا من الأساس في تفاقم المشكلة ولماذا لم يلتزم أطراف اللعبة بقواعدها بل والأهم من الأهم مدربون مدرجات في دورينا إلى متى إذن ظاهرة جديدة مشاهدين الكرام بأن المدرب في المدرج بعيدا عن خط الملعب حسن أنت مدرب مدرب في المدرج برع بعيد طريقة التوجيه طريقة إحساسها بالمكان إحساس اللاعبين بوجوده الصح بيكون يصارخ من بعيد يعني وضع عام يعني متكهرب شلون يحس المدرب هو قاعد برع المستطيل الأخضر مفصول يعني كأنه برع المباراة تغريبا يعني كأنه متفرج حالة حال أي مشجع في الملعب يفقد التواصل اللي بينه وبين اللاعب العلم يعني اللاعب من كثير ما يسمع صوت المدرب في التمرين في المباراة ما يسمع إلا صوت المدرب يعني لو كان المساعد يوجه اللاعب سبحان الله يعني صوت المساعد ما يوصل أو غير مؤثر فيه مثل صوت المدرب طبعا يعني حالة صراحة يعني تتعب المدرب نفسيا تأثر على الفريق فنيا على التوجيه على يعني حالة صراحة يعني مزرية بالنسبة للمدرب نعم مباراة بدون مدربين للأسف تكون في بعض الوقات كابتن أحمد يعني لو كانت حالة وحدة تقول حالة شاذبة مرتين ممكن لكن في دورنا صارت ثلاث مرات مدرب نادي قطر مدرب نادي الريان حتى لو نمدرب نادي قطر مباراة وحدة بعدين جاء مدرب نادي الريان والحين مدرب نادي الخريطيات فهذه علامة استفهام كبيرة إداريا خالد شوف خلنا نبتدي من ناحية المشكلة وين صارت اليوم من اللي يدير منظومة كرة الغدام اتحاد كرة الغدام وكيوز رغبة المالية وضعت قرار أن أي نادي يرى في تغيير مدرب أو لاعب أو انهاء عقد أي لاعب أو مدرب لازم يرسل كتاب لجنة الرغبة المالية يخبرها من نانو والله بافصح عقد اللاعب مثلا حسن الكواري أجي أنتظر رد من الرغبة المالية بالموافقة على فصح عقد المدرب حسن مثلا على أساس تجي الموافقة لأن خالد اليوم ليش الرغبة المالية شين هو دورها الرغبة تحفظ حقوق اللعيب الأندية يعني شفنا من سنوات طويلة مشاكل الشكاوي بالفيفا وكذا فأنا مع الرغبة المالية مع الرغبة المالية تحفظ حقوق الجميع يا خالد وين المشكلة لو أنا جيت بأسطاق عقد مدرب بأرسل كتاب للرغبة المالية أو تحفظ كرة الغداء بخبرهم يا جماعة أنا بغير المدرب وبجيب لي مدرب يعني بنتطر بمشي مبارا 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 تين بمساعد المدرب وين المشكلة طيب وين المشكلة اليوم اليوم فوزة شحانية الأغلب يتغنى في من يتغنى في وجودنا بين الأنوار يتغنى يعني ناس كثير أو محللين أو نقاط يعني يثنون على مساعد المدرب اللي هنا بين الأنوار زين طيب مساعد المدرب اليوم يمكن حسن يوضح لي فيه أهثر اليوم دور مساعد المدرب هو يستاعد المدرب يعني مدرب مثلا تركيزه مش موجود هو يستاعد فأني ليش ليش أستعجل وروح أتعاقد مع مدرب بدون ما بلغ الرغابة المالية يعني على سبيل المثال يوسف أدن طلع التصريح قبل يومي قال الآن إذا المرة الجاية ما أكون في الملعب أدير فريغة من الدكة ولا أنا بستغيل بطلع فهذا الخطأ خطأ من يا خالد إذا كان الغرار بيرضي بعض الناس أو بعض المسؤولين في الأندية طيب يا أخي ليش ما طبقتها طبغة وروح راجع فأنا اليوم يا خالد أنا قاعد أدير أدير منظومة يا خالد أنا اللي أحطك التعاميم أنا اللي أنا اللي نزلك الغرارات أنا أحميك اليوم خالد أنا أحميك طيب كيف وضع الحماية عفوا الحين أنت تقول لي أن الاتحاد ما رح يوافق لك على التعاقد أو ما رح يصدر لك بطاقة إلا إذا جتك موافقة من الرقابة المالية نعم حلو حلو طيب ما هم تعاقدوا هي صارت في النهاية والخلاصة على أصدار البطاقة مش على التعاقد اليوم هم تعاقدوا وخلصوا ولكن ما صدرت البطاقة إذن كأنك يا بزيد ما بزيد هل اعتمد عقدة بالاتحاد طيب ما هو الجاية أوكي حتى لو ما اعتمد عقدة بالاتحاد اليوم أنا أنا وقعوا معي نادي والرقابة المالية ما وافقت اتحاد القدم ما صدر لي عقدي طيب ما بطالب ما بطالب كنت كنادي بحقي أنا موجود موجود ولكن في الدكة في المدرج من يتحمل مسؤولية خالد من يتحمل مسؤولية النادي النادي وأيضا الاتحاد اللي أصلا غرار ما نفذ القرار صار القرار حبر على ورق مجرد القرار حق اصدار بطاقة فقط صح ولا لا نعم أنا ممكن ممكن أغير أغير التوبك حق الفغرة هذه وأسمي الأندية تحت الوصاية يعني الآن الأندية صارت ما تقدر تتصرف تبدل لا هو القرار شوف أساسا نحن نتفق القرار للمصلحة العامة على السؤال ما تراكم عليك الديون فهم صحيح اتفقنا أن نحن بنسوي هذا الموضوع هذا علشان ما تراكم عليك الديون ولكن بعد قاعدين يتعاقدون يعني صار القرار هذا فقط لإصدار البطاقة فقط صحيح أنا مقول تحت الوصاية يعني لما نقول الشخص هذا لا يحسن أو الإدارة هذه ما عندها سياسة اقتصادية للنادي كل سنة عندنا نادي أو ناديين عندهم محاكم عندهم قضايا في الفيفا وعندهم متأخرات وديون وتعالي يا الله يا وزارة الثغافة ساعدونا ودفعونا ديوننا ودفعونا فالآن صارت صراحة يعني صارت تحت كرة الغدم يضع يضع شروط للاعب الثلاثة وعشرين الآن الرغابة المالية ترفض إصدار بطاقة أو توصب عدم إصدار بطاقة للمدرب الغير موافق أو للنادي الغير موافق على استبدال المدرب فهذه كلها يعني صراحة ضربة في وجه الرؤساء الأندية اللي قاعدين مثل ما تقول يعني لا يحسنون التصرف في الميزانية المعطالة هم أندية يعني خنقول غير محترفة ماليا فطالما أنت تحصل دعم من الوزارة لابد أن تكون عندك سياسة اقتصادية سياسة أيضا كروية للفريق توري للأخوة المسؤولين في اتحاد كرة الغدم وفي وزارة الثغافة أن أنت عندك استراتيجية تمشي عليها لمدة خمس سنوات تجيب المدرب وتقعد معه مثل ما يحدث فتحيله في السد وبعض الأندية اللي موجودة المدرب يعني ما يقل من ثلاثة سنين يكون موجود في النادي يشوفون فيه استراتيجية يصبرون على المدرب مش من خسارة واحدة بدل المدرب وتجيب مدرب آخر نفس الأندية هي نفس سو وهي اللي تعاني وهي اللي تنزل دردة ثانية هي اللي تقوم بهذا الفعل من يومين أنا امتدحت الجانب المالي اللي حصل في الشحنية وأسباب الاستغرار الموجودة ما يمتلكون أفضل اللاعبين في الدوري سواء مواطنين أو حتى محترفين ولا يمتلكون مدرب لسيرة قوية في الدوري الغطري ولكن الاستغرار السياسة المالية اللي موجودة نشوف فريق الشحنية يمشي باستراتيجية ممتازة في الدوري إلى الآن فأنا أتصور أن هذه تعتبر يعني وصايا على الأندية ضغط على الأندية وصايا بحكم بمعنى الوصايا كابتن لأنه أصلاً ما في أي دوري في العالم ما يمشي إلا بقوانين مشرع ومن المشرع هو اتحاد القدم الاتحاد المعني لهذا اللعب صح أو لا كتب؟ بعد حل لجنة اللاعبين المحترفين تذكرون اللي كان يرأس سيد علي النعيم تم منح الأندية الميزانية وحق التصرف نعم فشنو اللي صار خالد؟ كم شيء كوي هات علينا بالفيفا فهذه يعني الاتحاد نحف على الأندية وعلى يعني سمعة الأندية ففرض رغابة مالية هي تراغب الأندية تراغب مش تراغب الأندية تصرفات تراقب الإدارة المالية للموضوع أموما نحن رح نتابع أيضاً حديثنا عن هذا الجانب ولكن بعد هذا التقرير الصراحة هو المدرب يجهزنا في التمرين ويجهزنا قبل المباراة أكيد نحن نبيه يكون معنا في الدكة في وسط المباراة مراتي بيوصل لك معلومة بس من فوق شوي صعب أكيد لو يكون معنا في الدكة أكيد بيساعدنا كتير أكتر من 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 الحين بس هاللي موجود وهاللي صاير في الدوري وإحنا ما نقدر هاي شيء إداري ما إحنا كلاعباً ما نشغل فيها مفروض الموضوع هذا من زمان يعني الحل يوسف مفروض يكون موجود في دكة الاحتياط مع الفريق لأن يوسف إحنا تعقدنا وإحنا اعترفنا بخطأنا إن إحنا تعقدنا معه وعلى فكرة جاننا التعميم وإحنا غلطنا إن ما خطبنا التحاد تعقدنا مع يوسف الليل وخطمنا للاتحاد الصبح يعني الفترة هذه وعطونا فيها عقوبة وجاتنا العقوبة فيها التعاقد مع يوسف وبخصوص يوسف ترى الاستحق أن يكون موجود على دكة الاحتياط لأن أنا ما عندي أموري طيبة وما عندي أي مشكلة مفروض يعني بالعكس الإخوان يتعاونوا معنا وحلوا مشكلة يوسف في أقرب وقت بالذات يعني مباراة عندنا مباراة مهمة المباريات كلها مهمة لنا ودود يوسف في الدكة شي ضروري هل ترجوه مدرب على الدكة؟ والله إن شاء الله أنا ما مثلك إنتيحنا ننتظر وإن شاء الله لدارة مم قصرة واتحاد الغدم وتفهم الوضع وإن شاء الله كان منصور عليه علامات استفهام يقول إحنا ما لدينا مشاكل مالية تعاقدنا مع يوسف في الليل خاطب للاتحاد اليوم الثاني الصبح غرمونا يعني هل على أساس أنت عاقدت قبل لا تخطرهم غرمت الغرار طيب وإذا كنت وإذا كنت ما عندك مشاكل مالية ليش اللجنة أو الرقابة المالية ما وافقت لك على البطارة خالد الغرار أنه لازم تخاطب قبل الإغالة قبل أن توقع آسف قبل أن توقع به المدرب تخاطب حتى تطقي المدرب لازم تخاطب الاتحاد طيب الآن مشكلة الخطيات ونواقفها والله عند الاتحاد يعني خالد الموضوع أو ما يعجب حد أنا متأكد ما يعجب حد وإن شاء الله حلها قريب لكن اليوم نقول خالد أنه لدي كان طلبات الغرار طلبات الغرار وخلي نقول نأخذ بكلمة أخوي حسن أنه فيه وصاية خلي نقول فيه وصاية أنتو يا أندية لما نزل القرار هل راجعته الاتحاد فيه هل نقشته الاتحاد فيه من حقه رح نقشه فيه صحيح هل نقشه ما أنه ما أعتقد أنه ما أعتقد أنه أحد نقش نقش الاتحاد في القرار أعتقد خالد من كلام منصور وأنا متأكد من هذا الكلام أنه تم عقابة الأندية برامة مالية على الثلاثة الأندية التي خلفتها القرار طيب حسن الآن بعد هذا القرار الذي نرى أنه فيه رقابة مالية ما ستتعاقد إلا إذا صفيت مستحقات اللي راح بيجي يوم أن أنديتنا زيرو ديون هم المفترض صراحة يعني الاتحاد يحاول بشتى الطرق أنه يعني يقوم السلوك الإداري في الأندية صراحة يعني من القرارات أم لا بالتثقيف والتوعية هو التثقيف والتوعية أنا ما أدري هل هم يعني اشتغر على ذلك في دورات للإداريين أو للمسؤولين على الأندية في دورات تثقيفية بهذا المجال سواء في الإدارة المالية في إدارة المنظومة البشرية في الإدارة الرياضية كشكل عام ولا بس لأنه متطوع جامسك ما يقدر يقول تعال بثقفك بأعطيك أنا ما احترامي أنت اسم كبير ما يقدر أعطيك يعني رولز أو خط تمشي عليه هو ما في حد متطوع كما السابق الآن في موظفين موجودين في المؤسسات هذه المشكلة يعني نظرة الرياضيين كلهم للأندية أنه نادي رياضي كورة هذه مؤسسة حكومية أنت تشرف عليها أنا مدير مثلا مدير عام النادي لا بد أن أكون مؤهل في البداية يكون عندي اللغة يعني بكالوريوس إدارة واقتصاد عرف أدير الأمور المالية يوظف أيضا مدير مالي هم المفروض اللي أنا عارف أنا في الكيو أسل فيه المدير المالي وفيه المدير التسويق وفيه مدير الإعلام وفيه المدير الرياضي ولكن هل هل يأخذ بهم أو هل هم أصحاب القرار أتمنى أنهم رأيس وغيرهم المتحدث أتمنى أنهم يكونوا مؤهلين للمناصب هذه يعني يعني في بعض الموظفين على الكادر هذا يمكن عندهم ثنوية فنتكلم أن الاتحاد الآن ما عنده وقت أن يثقف ممكن يمكن يتبع الاستراتيجية هذه التثقية وهذا بس هذه محتاجة مدى طويل شوي بالدورات وورش العمل لكن الآن الأندي في خطر وما حد يتحمل المسؤولية عقب أو يطيح على يقولون الضربة في رأس وزارة الثغافة والرياضة لأنه في الأول والأخير اتحاد كرة الغدم والوزارة يبغل نجاح الدوري ونجاح المسابغات كرة الغدم عندنا فلو نادي يعني ما عندنا نفس أوروبا مثلا نادي اللي يفلس ينزلونا درجة ثالثة ولا رابعة ما عندنا الأمور هذه طبعا ما عندنا يعني الأندية البديلة اللي هي ممكن تحل بدل أندية الدرجة والسواف عن طريق الفاسيليتس أو عن طريق الأمور الأخرى فأتوقع ما عندهم حل إلا الآن يحطونهم بالصورة هذه تحت الرول تحت العصر على ما يقولون يمشونهم في اتجاه معين ومن ثم يعالجون الأمور هذه بطريقة أخرى أخي أحمد يعني القرار قرار مثل هذا اللي يجي في فجأة ويعور في بعض الأوقات راح يكون مثير ومفيد في المستقبل شون فجأة خالد الغرار من فجأة قرار في تعميم نزل خالد يعني في تعميم نزل ورسل لك الأندية نعم عموما نتمنى أنه يصطلح الحال ونحن نشوف مدربين في أرض الملعب بإذن الله تعالى أخي حسن بيضى الله واجهك على الحضور يغطيك صحاب العافية في ساعة صراحة وجودي معاك معاك وإحضان وإن شاء الله نشوفكم بإذن الله تعالى كابتن أحمد يعطيك الفعافية وبعد الوجه كبير الحضور الشكر موصولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نتقيكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر